اهلا يا نورة اهلا يا نورة ازايك عليكم السلام ورحمة الله اهلا وسهلا ممكن بعد إذن كنت عايز اتسأل عمي السيخ حاجة انا كنت عايز اتسأل سؤالين يعني بعد إذن اول سؤال انا بقالي ثلاث سنين متجوجة هو جزء غريب عني حصل خلافات كتير بيني وبينه كنت بازعل وكانت بتوصل للطلاق وكان فيه ناس بتتدخل وكنت بارجع ففي كل مرة كنت بدي فرصة تانية فرصة تانية فرصة تانية انا قبل ما اتطبت بجوزي انا كنت بحب ابن خالي وحصل مشاكل وكده فما حصلش نطيب بنا وبين بعضينا فتجوزت ايه غريب فجيت بعد ما تجوزت وكده وحصل مشاكل انا كنت هتطلق ووصلت للطلاق خلاص فتدخلت ناس ورجعت وهوحصل منه مساكل كتير مم فبعد العيد الفترة الاخيره اللي فاتت دي حصل منه مساكل كبيرة تانية مم وانا سكدت عنها ومعرفته شدا من اهلي يعني هوعمعمل موقف مش كويس ممم انا فى مثاكل وفي خلافات ما بيني وما بينor هل يعني أنا يعني بعد احترامل حضراتكم ببقى معاه هو بعقلي لكن مع إنسان تاني بقلبي أنت خلفتي؟ لا ما خلفت وثلاث سنين وتأثير الخلفة برضو من ناحيته من ناحيته أنا تمام ليس أي حاجة السؤال هنا يا فردي بسؤال أنت حضرتك بكل مضوع كنت عايز أقول حضرتك أنا لو طلبت الطلاق هل كده أنا أبقى غلطانة؟ هو بس بكل مضوع ابن خالك تجوز؟ لا طب حضرتك سامحيني لسه على علاقة بدلوقتي فيك التواصل؟ لا 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 خالص خالص بس عينك ميلة هناك يعني؟ قلبها قلبك ميل هناك؟ بقول لحضرتك أنا ببقى مع عصان ربنا يسمحني يعني أنا بقول لحق عصان ربنا يسمحني أنا ببقى مع جوزي بعقلي لكن معه هو بقلبي ومش قادرة نساوه مش عارفة تسيله من بالي مش قادرة طب هل ده ممكن يكون مؤثر على تقبولك لأصول ما فيش حد يعني وقت اللي التاني بيأثر على علاقة يعني أنت الغلطة بتاعته بتكبر بقى في عينك بتكبر في عينك وإنك مشغولة بحد تاني وحاجة بتأسكها عليه بقى عشان أولي أخلص بقى بسرعة وكده بس أنا ببقيته مرة واتنين وتلاتة طب هو وعدك يا فندم ابن خالك ممكن وعدك لو أنت اتطلقت من ده تتجوزك؟ بس هو ابن خالي ده يعني نسمح ما بيقولش وهو زي اللي يقول أنا مش عايز أخرب عليها هي خلاصت حياتها اللي خلاصت يعني هو عارف إن انت لازلت بس أنا لما اسمعيني بس اسمعيني هو عارف إن انت لازلت متعلقة بي صح؟ هو عارف طيب إيه اللي عرفك بقى هو حاسس؟ إيه اللي عرفك؟ في فترة الزعل في فترة الزعل الأولى كنا خلاص نصلنا للطلاق كان أول سنة جواد هو قال لي أنا لست سريكي ولو لو أنا مش أخرب عليكي لو انفصلتي أنا لسه غايتك شكرا 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 قامت الكلمة داخل راشقت بقى خلاص طيب دلوقتي نورة قالت لك ده هو نسمى ابن خالتي وقال لي مش هخرب عليكي بس أنا شريكي يعني إيه حتى كده أنا شريكي لو اطلقت انت تابعي فطبعا هقول الكلام بس ما تزعلش مني لا أنا ما بزعلش لا خاننا نقول الجد هذه احنا عايزين الجد هذه زوجة خاصة